والبنوك الإسلامية قامت أول ما قامت كالبنوك الأخرى ثم لما بدأت الناش الطالب ببعض الأهكام وتطويقها صاروا بقى المشؤولين المدراء في البنوك يحاولوا يستنبطوا أو يستفتوا عن بعض المشايا فيجدون وأنا لا أكتمك يجدون من يفتيهم بأراء الرجال وليس بخار الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يكمن الخطر أي أنت تعرف مثلا أنه في كثير من المسائل الشرعية فيها خلاف من الفقهاء مثلا في الصلاة يصلي الإنسان صلاة ماذا بيقول صحت هذه الصلاة ماذا بيقول ما صحت في عندك طبعا كما يقال خلفية من معاني هذه واحد توضى واحد يقول لا وضوء ما صح ثاني يقول صح وهكذا كذلك يوجد في المعاملات مثل هذا الاختلاف وأنا كنت اتصلت مع أهد مؤسسين بنك الإسلامي هنا وجرى نقاش بينهم كطويل فعرفت أنه بالتقط الرخص بيأخذ وين فيه يقول بمشي المعاملات الربوية هذه هو يتبناها لأنه في هناك منطق منحرف عن الشرع يقول من قلد عالما لقي الله سالما بينما المفروض المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا نحن لا نريد من كل مسلم أن يكون عالما بالكتاب السنة لكننا نريد من كل مسلم أن يسأل أيوة ويعرف حكم الله حكم رسول الله في أي مسألة يريد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها البلوك لما قابت ما قابت على فقه الإسلامي إطلاقا لكن لما توجهت الإلحاعات والطلبات عليهم صاروا يسألوا فيأخذون بعض الأجوبة من بعض الآراء التي فيها توسع مخالفة للشريعة لأن هذه الآراء لم تقم على الفقه المستقى من الكتاب والسنة وإنما قامت على تسييق مصالح الناس وهذا ما سمعته من كثير من من اجتمعنا بهم ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمى بعض المعاملات الأخرى لننظر فيها في منظار الشراء أيضا ونتبين هل هي مما يسعي المسلمين على تحسين معاملاتهم بالبنوك أو مفاصلتهم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين